جزاكم الله خيرا المستمع ألف ألف يقول فضيلة الشيخ ما هي النصيحة التي توجهونها للأسرة بأن يتركوا الإسراف في بعض الأطعمة حيث يتساهلون في الإسراف الأطعمة نرجو منكم نصيحة لها أولى مأجورين الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسيفوا إنه لا يحب المسرفين ويقول سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصر ويقول سبحانه وتعالى ولا تبدل تبهيرا إن المبدلين كانوا إخوان الشعاطين فلا يجوز الإسراف والتمهير فالإنسان ينفق قدر الحاجة على نفسه وعلى من تلزمه مؤونتهم في قدر الحاجة وإذا أقام وليمة بمناسبة من المناسبات فليكن ذلك بقدر الحاجة غير إسراف ولا تبذيل ولا بدخ ولو أنه وفر هذا المال الذي أسرف فيه وضيعه أو تصدق به على المحتاجين لو أنه احتفظ به لا انتفع به بالمستفد ولو أنه تصدق به على المحتاجين لوجد أجره وثوافه عند الله سبحانه وتعالى وما تقدم لأرخسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أما إذا أسرف فيه وبدخ فيه فإنه يكون في سبيل الشيطان ويكون آثما في ذلك وهو من إخوان الشياطين كما قال الله سبحانه من المبذلين كان مجوانا شعبه